قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لسواء الخير مصر النهاردة خلونا نروح لهالة ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات يا هالة صباح الفل صباح الفل يا شازلي صباح الفل يا منا وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا جولة سريعة الأول في أحوال المرور وبعد كده نبص على الطقس هنبدأ جولتنا المرورية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات هنبدأ بمحافظة القاهرة وتحديدا من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كسافات نسبية في شوارع متفرقة وفي شوارع تانية هنلاقي إن فيه سيولة مرورية على طريق الكورنيش هنلاقي كسافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكسافات المرورية طيب لو روحنا كبري اكتوبر هنلاقي هناك كسافات مرورية مستمرة لحد العباسية ونفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي إن فيه سيولة مرورية فيه كسافات أخرى في الاتجاه العكسي التاني الكبرى أكتوبر ونفس الكلام للمتجه من مدينة التحرير لمدينة نصر ومحور النصر ووصولاً للمنصة ظهرت بعض الكسافات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولاً للدائل في محافظة الجيزة تحديداً من شارع ترسة اللي بيشهد بعض الكسافات المرورية نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين فيه كمان بتظهر بعض الكسافات المتحركة في شارع السودان والغاية جامعة القاهرة ومدان النهضة وصولاً لمناطق بلاء ومبابع أما محور صفت ففيه كسافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة لو روحنا شارع فيصل فهنلاقي إن هناك فيه كسافات مرورية في الوقت الحالي بدءاً من محطة المريوتية والحد الطلبية بيشهد الطريق الدائري أيضاً كسافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولاً لمنطقة الدقي والغاية مدان الجلاء بعض الكسافات أعلى دائري المريوتية للمتجه من الصحراوي وحتى مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي حتى حدايا الأهرام وصولاً لمدان الرمية تعالوا نروح لمحافظة الأليوبية لو أنت جاي من محافظة الدلتة زي المنوفية ماشي على الطريق الإقليمي يفضل إنك تكمل في طريق شبرى بنها الحر لإن ما فيه شناك أي كسافات ومنه الطريق الدائري ومحور فريق العصار اللي جاي بقى من الزراعي بتظهر بعض الكسافات المرورية في طريق إسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري ولكن أصبحت أقل من المعتاد بيشهد لتجاه التاني كسافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كسافات مرورية بتظهر بالطريق طبعاً لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات كمان انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه المدان المؤسسة ومنطقة المزلط هنكمل جولتنا المرورية ونروح لمحافظة بورسعيد هنلاقي هناك فيه سيولة مرورية في أغلب الشوارع مع عدى بعض الكسافات المعتادة فيه ساعة الزراع الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كسافات نسبية وليلة بتبدأ تقلل حد ما نوصل لشارع 23 يوليو ونروح لطريق طرح البحر هنلاقي ان فيه هناك سيولة مرورية من طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كسافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع كده خلصت جولتنا المرورية وتعالوا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطاقس النهاردة الطاقس هيكون مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال السعيد فيه شبورة مائية الصبح تكون كسيفة أحياناً وقد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية فيه كمان فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد ودرجة الحرارة في القاهرة النهاردة 32 أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 38 وأقل درجة حرارة في مطروح 27 درجة طبعاً هنتابع مع حضراتكم الطاقس بالتفصيل بس دلوقتي هنرجع تاني لشازلي ومنا ومتابعة فقرة صبع الخير يا مصر شكراً لك يا هدف شكراً لك يا هدف